السلام عليكم في فيديو اليوم سوف نقوم بقراءة وإنجاز زمرين الصفحات 89, 90, 91 من كتاب Ticket to English إذن لقد وصلنا إلى Writing يعني الإنشاء ولدي Writing Emails سوف نتعلم كيف نكتب الإيميل لدي هنا أولا Discuss in class the following questions يعني سوف تقوم بالإجابة عن هذه الأسئلة في القسم أو ستقوم بمناقشتها السؤال الأول لدي يقول Have you ever written an email to whom? يعني هل سبق لك أن كتبت رسالة إلكترونية أو إيميل ولمن؟ بالنسبة لي نعم لقد سبق لي أن أكتبتها وأكتبها غالبا لأصدقائه لذلك سوف أقول yes to my friends ثم السؤال الموالي Are you familiar with writing emails? هل أنت معتاد على كتابة الإيميل؟ نعم أنا معتاد على كتابة الإيميل من منا ليس معتادا على كتابة الإيميل أو إرسالها ثم لدي ثانيا Look at the following typical email page انظر إلى صفحة الإيميل هنا سوف نرى أو سنتعرف على الأشياء التي لدينا عندما نريد إرسال الإيميل أولا لدي هنا حرف G تعني send يعني إرسال ولدي حرف A two يعني هنا للشخص الذي نريد أن نرسله نكتب الإيميل الخاص به في two ثم لدي E add cc add bcc هنا بالنسبة للadd cc أو add bcc نقوم بإضافة إيميل آخر إن كنا سوف نرسل نفس الرسالة إلى عدة أشخاص ثم لدي B subject يعني موضوع هذا الإيميل ثم لدي D attach a file هنا تقوم بإرسال ملصق أو صورة أو ملحق تقوم بالضغط على attach a file ثم تقوم بإضافة الفايل الذي تريده ثم لدي C هنا لدي الرسالة التي سأقوم بكتابتها أو الإيميل الذي سأقوم بكتابته ثم لدي F check spelling هنا تمظر إن كنت أو إن كان لديك أي أخطاء سوف تقوم بتصحيحها بcheck spelling الآن سنمر إلى السؤال الموالي والذي يقول write in front of each of the following sentences the appropriate letter بمعنى أكتب الحرف الصحيح في الجملة أو في التعريف المناسب لدي أولا click here if you want to send the receiver a file اضغط هنا إن كنت سترسل للمتلقي ملحق إذن بالنسبة للحرف الذي سأضغط عليه لكي نقوم بإرسال للمتلقي ملف هو حرف D كما لدي في السؤال الثاني D attach a file يعني سوف نكتب فيها الجواب D ثم لدي ثانيا once you finish عندما تنتهي click this button to send your email اضغط على هذا الزر لكي ترسل الإيميل الخاص بك بالنسبة لهذه الجملة سوف نجدها في حرف G كما لدينا في السؤال الثاني send إذن سنكتب G ثم لدي write your email text here اكتب النص الإيميل الخاص بك هنا بالنسبة لهذه الجملة سوف نكتب حرف C لأن في C نقوم بكتابة النص أو الإيميل الخاص بنا ثم لدي رابعا click here to correct your mistakes اضغط هنا لكي تصحيح أخطاء بالنسبة لهنا في السؤال الثاني كما نلاحظ لدي هنا check spelling يعني انظر إلى أخطائك إذن سوف نكتب في رابعا F لدي خامسا click here to send the same email to other reviewers and write their email addresses اضغط هنا لكي ترسل نفس الإيميل إلى أشخاص آخرون أو عدة أشخاص وأكتب الإيميلات الخاصة بهم بالنسبة لهذا هو E add cc add bcc إذن سوف نكتب بقرب خامسا حرف E ثم لدي سادسا write the email address of the receiver here اكتب الإيميل الخاص بالمتلقي هنا بالنسبة للحرف هنا سوف يكون هو A لأن لدي كما قلت في التمرين الثاني to A to لذلك سنكتب في ستة A ثم بقي لدي الجملة السابعة write the subject of your email here اكتب موضوع الإيميل الخاص بك هنا يعني أين أكتب الموضوع الخاص بي أكتبه في subject لذلك سوف أكتب بي إذن كان هذا بالنسبة لهذه الصفحة الآن سنمر إلى الصفحة الموالية ولدي here is an email you have received from your friend respond to it هنا لديك email لقد تلقيته من صديقك وسوف تقوم بالإجابة عليه هنا لدي Dear friend I'm sorry I couldn't go with you to the cinema last week صديقي العزيز أنا آسف لأنني لم أستطع الذهاب معك إلى السينما الأسبوع الماضي I had to do a lot of homework كان يجب علي أن أقوم بالعديد من الواجبات المنزلية How was the film كيف كان الفيلم Did you enjoy it هل استمتعت به Please tell me about it أرجوك أخبرني عنه I'm planning to go to the cinema this weekend أنا أخطط للذهب إلى السينما هذا الأسبوع Bye for now إذن بالنسبة لهذا الإيميل صديقك لم يستطع الذهاب معك إلى السينما الأسبوع الماضي لذلك يسألك عن الفيلم كيف كان الفيلم وهل استمتعت به وكذلك يسألك إن كنت تستطيع الذهاب معه إلى السينما الأسبوع القادم إذن الآن سوف نجيب عن الرسالة وسوف أقول Dear friend صديقي العزيز I'm very happy to write to you this email أنا سعيد جداً لكتابة هذا الإيميل لك I have read your last email لقد قرأت الإيميل الخاص بك يعني الماضي The film was about the problems that causes pollution and give some advices and solutions to stop this phenomenon بمعنى أن الفيلم كان يتحدث عن المشاكل التي تحدث التلاوت وقد أعطى بعض النصائح وأعطى بعض الحلول لكي نوقف هذه الظاهرة It was fantastic لقد كان رائعاً For your plan to go to cinema this weekend I can't بالنسبة لخطتك للذهاب إلى السينما أنا لا أستطيع Because I will travel to Casablanca to see my grandparents لأنني سأقوم بالسفر إلى الدار البيضاء لكي أرى أجدادي I'm looking forward to hearing from you أنا أنتظر السماع منك أو سماع أخبارك You're sincerely صديقك العزيز إذن كانت هذه هي الرسالة أما الآن سننظر إلى التمرين الرابع بالنسبة للسؤال الرابع لدي Write a review of the film you saw Here are some expressions you can use أكتب review عن فيلم رأيته وهنا بعد التعابير التي يمكنك استعمالها لدي The title of the film is عنوان الفيلم هو It's about يتحدث عن It was produced by لقد أنتج من طرف It's set in لقد وضع أو شهد أول مرة The things I like the best about it الشيء الذي أحببت أكتر حوله I also liked كذلك أحببت The thing I didn't like was الشيء الذي لم أحبه كان إذن بالنسبة لي سوف أقوم بملأة أو بتابعة هذه الإكسپريشنز بالفيلم الخاص بي ثم سأقوم بكتابة review بالنسبة لي The title of the film is علي زوا It's about homeless children يتحدث عن أطفال شوارع It was produced by نبي العيوش يعني أنتجه نبي العيوش It's set in cinema يعني كان أول عرض له في السينما The thing I liked best about it was The acting of the children يعني الشيء الذي أعجبني هو تمثيل الأطفال I also liked وكذلك أحببت How they present the problems that homeless children suffer from يعني الشيء الآخر الذي أعجبني هو كيف قاموا بتقديم المشاكل التي يعاني منها أطفال الشوارع The things I didn't like was that the children whom act in that film was homeless in real life يعني الشيء الذي لم يعجبني هو أن الأطفال الذين مثلوا في هذا الفيلم قد كانوا حقا أطفال شوارع إذن بالنسبة للريفيو سوف أكتبوه كالتالي I watch Ali Zawa when it's set in the cinema for the first time لقد شاهدت فيلم Ali Zawa عندما أرض لأول مرة في السينما It's a Moroccan film directed by نبيل عيوش هو فيلم مغربي لقد أنتج أو أخرج من طرف نبيل عيوش It talks about the homeless children in Casablanca يتحدث عن أطفال شوارع في Casablanca يعني في الدار البيضاء The thing that I liked the best was the acting of those children and I also like how they present the problems that the homeless children suffer from يعني أن الشيء الذي عجبني بكثرة هو تمثيل الأطفال وكذلك أحببت أن هذا الفيلم يتحدث عن المشاكل التي يتعرض لها الأطفال الشوارع But the thing that I didn't like is that those children was homeless in real life لكن الشيء الذي لم أحبه هو أن هؤلاء الأطفال كانوا في الحقيقة أو في الواقع كانوا أطفال شوارع الآن سنمر إلى الصفحة الموالية ولدي learning to learn لدي SMS language هنا سوف نتعرف على كيف نرسل الرسائل عبر الهاتف لدي هنا SMS SMS يعني short message service بمعنى خدمات أو خدمة الرسائل القصيرة هنا لدي people send SMS through cellular phones GSM or the internet يعني أن الناس يقومون بإرسال SMS أو الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال يعني GSM يعني البطاقة الهاتف or the internet أو عبر الانترنت في الرسائل القصيرة نستخدم عبارات وكلمات رموز ومختصرات قصيرة جدا لكي ننقل الرسالة هنا لدي في السؤال try to figure out the messages conveyed in these bubbles يعني حاول أن تعرف أو تقرأ الرسائل التي لدينا هنا you can use the list at the end of this activity يمكنك استعمال القائمة التي لدينا أسفل هذا التمرين بالنسبة للقائمة سوف نقرأها ثم سنقوم بقراءة هذه الرسائل لدي هنا here are other examples of SMS language and acronyms to help you understand messages use them only if necessary يعني هنا لدينا بعض الأمثلة للرسائل القصيرة وكذلك للأكرونيمز والتي ستساعدك على فهم الرسائل use them only if necessary استعملهم فقط إن دعت الضرورة هنا لدي ALWZ تعني always asap as soon as possible asl age sex location يعني العمر والجنسك وكذلك موقعك atm at the moment أو now B تعني فيل to be يعني B كون كن أو كان يكون before B for تعني before B for and تعني buy for now C تعني C CM تعني call me C U تعني see you أركا لاحقا see you و at تعني see you at D K تعني don't know E O D تعني end of discussion E Z تعني easy F to F تعني face to face or in person يعني وجها لوجه أو نلتقي وجها لوجه F A Q تعني frequently asked questions GR8 تعني great STCY تعني glad to see you تما لدي H2 C US تعني hope to see you soon تما لدي H A GN تعني have a good night H A N D تعني have a nice day H R U تعني how are you I C تعني I see or I understand IDK تعني I don't know I MO تعني in my opinion G4 F تعني just for fun GK تعني just kidding or only joking KC تعني keep cool or remain calm and relaxed L8 تعني late LUV تعني love MC تعني merry merry christmas MU تعني miss you NC تعني no comment NP تعني no problem O for you تعني only for you PLS تعني please و PLZ for GV ME تعني please forgive me R تعني R R R U OK تعني R U OK S R U تعني sorry T 2 G O تعني time to go TH X تعني thank you U تعني U WA U 2 تعني U 2 U R تعني U R U R G R 8 تعني U are great W for M تعني wait for me W for U تعني wait for you W R U تعني where are you W U F تعني where are you from XL T تعني excellent Y تعني Y U R تعني your الآن بعد تعرفنا على كلمة SMS يعني كلمة short message service سوف نقرأ هذه المحادثة بين شخصين لدي hi amal how are you thanks for the message for my birthday you are welcome wanna see you as soon as possible for advice okay great but maybe before evening cause I'm busy evening perhaps on Saturday evening we could go to the library okay see you on Saturday 3 p.m. at school إذن كانت هذه هي المحادثة بين هذين الشخصين إذن كان هذا هو فيديو اليوم أتمنى أن تكونوا استفدتم إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركتهم مع أصدقائكم وسنلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله وَسَامَ no هَv خَلْلَ language Eck وَلَبْ لَؤْتْهِ